مواجهات في البيضاء بعد صمت وحشد لأكثر من شهر من قبل الطرفين الذين كان مقتل امرأة من آل الأصبح على يد ميليشيا الحوثي قد تسبب بإحداث الطلقة الأولى في هذه المعارك وتعليقا على الأحداث قالت ميليشيا الحوثي إن الشيخ القبلي ياسر العواضي سعى إلى تفجير الوضع في منطقة ردمان دون أي مبرر سوى الانسياق مع دول التحالف وتنفيذ أجندتها بعد أن تسلم مساعدات عسكرية ومالية أما قبائل البيضاء فلها رأي مختلف وهي أن دم المرأة لا يمكن أن يمر دون قصاص وأن الميليشيا لم تسلم قاتلي جهاد الأصبحي الميليشيا قصفت بقذائف صاروخية منطقة الردمان دون سقوط ضحايا وقالت المصادر الإعلامية إن رجال القبائل أسقطوا طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي لاستهداف مدرسة الشيخ أحمد عبد الرب العواضي دعم التحالف لمعارك آل العواضي والقبائل المساندة جاء على شكل غارات أربع شنتها المقاتلات التابعة للتحالف على مواقع في مديريتي السوادية وردمان حرب جديدة تنفتح على الحوثيين الذين توزع مقاتلوهم على جبهة كثيرة وإن كانت هذه المواجهات قد انطلقت تحت لطاء الثأر الاجتماعي إلا أنها طعنة أخرى وحصار جديد للميليشيا في صنعاء التي تحارب في معارك عدة بمأرب وتعز والضالع والبيضاء والحديدة والجوف ونهم البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء شكرا شكرا